في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إيران وأوروبا على خلفية موقف كل منهما من تنفيذ الاتفاق النووي لوح نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أصغر زريان بقدرة بلاده على تخصيب اليورانيوم بلا قيود في تصريح يشير إلى أن السلطات الإيرانية تخطط لخفض جديد في التزاماتها النووية متجاهلة بذلك التحذيرات الدولية ومن جانبها أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية في تقريرا نشرته على موقعها الإلكتروني أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز الألف ومائتي كيلو جرام منذ اتخاذها آخر خطوة لتقليص التزاماتها مضيفة أن هذا المخزون سيضاف سريعا إلى احتياطات اليورانيوم المخصب وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع أخرى لوزير الخارجية محمد جواد ظريف نفى فيها انتهاك بلاده الاتفاق النووي مشيرا إلى أن طهران تتصرف وفقا لبنود الاتفاق ظريف لم يستبعد إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة على الرغم من تكرار مطلب بلاده السابق بوجوب رفع واشنطن للعقوبات أولا تهديد طهران بزيادة نسبة التخصيب تزيد من حالة التوتر بين الجانب الإيراني وشركائها الأوروبيين في الاتفاق النووي قبل الاجتماع المقرر عقده في فيينا في فبراير المقبل غثمان عمر الحدث اشتركوا في القناة